الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأحب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبدأ في هذا اللقاء بإشراقات حول سورة قرآنية مباركة إنها سورة الشمس نقرأها ونتأمل ما فيها من دلائل وبرغين وما فيها من أسرار وتوجيهات ونرى فيها ما فيها من بركات وكرمات إلهية الحق عز وجل يقول في كتابه العزيز بعد بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاغة والقمر إذا تلاغى والنهار إذا جلاغى والليل إذا يغشاها والسماء وما بناغى والأرض وما طحاها ونفس وما سواغى فألغمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاغى وقد خام من دساغى كذب الثمود بتغواغى إذن بعد أشقاغى فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقاروها فدمدم عليهم ربهم بدمهم فسواغى فلا يخاف عقباها هذه هي السورة المباركة سورة الشمس التي تتكلم عن أسرار النفس المشارية سميت بسورة الشمس لأن الله تعالى أقسم فيها في المطلع أقسم بالشمس وقال والشمس وضحقها وإن كان محور الآيات هو قسم كل ما دكر هو قسم أقسم به المولى عز وجل في مظاهر الكون ليصل إلى المقسم به أو المقسم عليه وهو النفس البشرية فربنا عز وجل في العمق يناقش في هذه السورة ثلاث محاور كبرى أولا يلفت الأنظار إلى مظاهر الكون العظيمة الجليلة ثم يتحدث عن النفس البشرية لي أعظم من خلق الكون رغم أن ربنا سوف يتحدث عن الشمس والقمر والليل والنهار والنجوم والكواكب كلها دلائل عظيمة على وجه الخالق بين أن أعظم من ذلك وهو النفس البشرية فربنا يتحدث عن حقيقة هذه النفس التي بين جوانحنا ثم يعود فيتحدث عن نموذج لمجتمع بشري وهو قوم ثمود وماذا فعلوا بالناقة وماذا كان مصيرهم هذا محور سورة الشمس في القرآن الكريم الشمس كوكب عظيم وجنيل وحده كاف للدلالة على عظمة الخالق وحده كاف للدلالة على قوة الخالق ومديع صنعه ذكر اسم الشمس في القرآن الكريم تلاتا وتلاتين مرة وحقيقة الشمس أنها كرة عملاقة مكونة من الغاز الساخن وهي فيها تفاعلات نووية الشمس محرقة وهي مع ذلك لطيفة تدور حول نفسها ضوارات مختلف كما قال الله تعالى والشمس تجري لمستقر لها هذه الشمس منذ أن خلقها الله تعالى ويتدور لأن عبادتها هي أن تشرق وتغرب ربنا عز وجل فرض عليها أوامر ونواهي أمرها بأن تشرق في مقات معين وأن تغرب في مقات معين هل يمكن للشمس أن تخالف هذا المقات لا أبدا لأنها في عبادة للرحمن سبحانه وتعالى منذ أن خلقت وهي تدور وتجري حول مركز ما يسمى بمجرة درب التوبانا لهو مجرة عظيمة جدا فيها الآلاف المؤلفة من الكواكب الضخمة أكبر من الشمس بآلاف المرات العلماء قالوا بأن عمر هذه الشمس تقريبا الآن وصل إلى نصفها منذ أن خلقت حسب الوقود الذي يحترق تقريبا وقود الهيدروجين القوم بأن تقريبا أن الشمس استغرقت نصف طاقتها والنصف الآخر ما زال هذا ما يفعل بأن يوم القيام نازال بعيد على اعتبار بأن الشمس الطاقة اللي فيها مزال قوية احتقد رابع العلماء بحوالي خمسة آلاف مليون سنة والأمر عند الله إن شاء جعلوا في رحلة واحدة لكن الحسابات تقول بأن الشمس لحد الساعة استغرقت نصف طاقتها منذ الخلق ونازال النصف الآخر ستستفيد منه البشرية إلى مقدار خمسة آلاف مليون سنة والعلم عند الله من قبل ومن بعد لكنها تجري وتجري وتسبح إلى أين إلى النهاية والشمس تجري لمستقر لها يعني يوما ما سوف ينقضي هذه الطاقة الهيدروجينية ولن يبقى فيها إشعاع ولا قدر على الضوران ومن ثم يسمح سيراج لم يعد صالحا للإستعمال وهذا ما يتحدث عن القرآن الكريم بيوم القيامة وانفجار الكواكب ونهاية الحياة على نهر هذا الكون هذه الشمس ربنا عز وجل جعلها دالة على لطف خلقه ومديع صنعه شمس محرقة ولكنها ترسل إلينا أشعة ذهبية نافئة هي المصدر الأساس للطاقة نحن نستفيد منها والآن هناك من يتحدث عن الطاقة البديلة عوض الكهرباء والطاقة الكهربائية والبترول والغاز الطبيعي هناك الطاقة الشمسية وهي في فاعد لن نخشى أبدا انقراض الطاقة هناك أقوال تقول بأن العالم مقبلة على الإفلاس بانقضاء الطاقات لكن هناك الطاقات متجددة كثيرة جدا أمنا الأرض وأودع فيها الله تعالى من نعيمه وفضله الشيء الكثير لا نخاف ولا نحزن الخير كثير وفائض بأمر الله جل علام هذه الشمس ربنا سبحانه وتعالى قال فيها وجعلنا سراجا وهاجع هي سراج وفيها نور يضيء علينا جميعا في كل صباح تشرق الشمس بولة واحدة بصباح واحد يضيء نصف الكرة الأرضية وإذا غابت الشمس ما الذي يقع انظروا كم من المصمح نوقده الآلاف الملايين من المصامح لكي نستضيء بها وحينما تشرق الشمس مصمح واحد يضيء على أكثر من نصف الكرة الأرضية الحق عز وجل ذكرها كثيرا وقال هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون ربنا يتحدث مع العلماء يفصل هذه الآيات للخبراء جعل كل هذه الكواكب منازل لتعلموا عدد السنين والحساب سبحانه وتعالى الذي خلق فأبدع ولطف بخلقه المؤمن اتجاه تأمله في مظاهر الكون ينبغي دائما يقول سبحانك يا الله أو تبارك شأنك يا الله هكذا المؤمن دائما يقف بالبهار ويمجد ويتني على الحق عز وجل تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا تبارك الله سبحانك يا جليل هذا كل عطاء من الحق عز وجل لكن على الرغم من عظمة هذه الشمس فهي في الختام ما هي إلا كوكب صغير من الكواكب التي خلقها الله تعالى بالألاف بل بالملايين بل بالملاهير وهي مجرد صغيرة جدا فهذا ندرك معنى الله أكبر أكبر من كل شيء سورة الشمس بدأت بالحديث والإشارة عن آيات الله البديعة في هذا الكون فأقسم بالشمس ثم بالقمر ثم بالضهار ثم بالليل ثم بالسماء ثم بالأرض الحق عز وجل تحدث عن ستة من مظاهر الكون فقال والشمس وضحاها هنا ربنا يقسم يعني لحظة طلوع الشمس في الأفق اللحظة للإشراق كل صباح تأمل استيقظ مبكرا وانظر إلى هذا الخلق العظيم الذي خلقه الله تعالى والشمس وضحاها إشراقها في حركتها الظاهرة كيف تصعب هذه الشمس وتبقى غادي يحتل الظهر ثم إلى منتصف الظهار ثم غروب الشمس والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها حينما تروح الشمس من هنا يأتي القمر من هنا صنوها الصغير القمر معنى إذا تلاها أي إذا تبعها في إدارة كوكب الأرض سبحان الله بعد غروب الشمس نجد القمر منير وكأنه سراج بسيط و حتى لأن الناس محتاج إلى النوم إلى الراحة فالشمس قوية تعطينا الحركية والحياة والقمر يعطينا الهدوء والسكينة لكي نخلد إلى النوم انظر إلى تسخير الرحمن سبحانه وتعالى والشمس والضحاها والقمر إذا تلاغى والنهار إذا جلاها أي أن الظهار يتجلى يقولون هناك ضلام في الكون فحينما يبدأ الظهار تتجلى فيه كل شيء تجليات الكل واضح انظروا إلى زرقة البحر انظروا إلى خضرة الأشجار انظروا إلى دهبية الرمال انظروا إلى هذا الجبال كله والنهار إذا جلاها إلى أن يقول والليل إذا يغشاها فحينما يذهب الظهار يأتي الليل يغشاها تصوير فني كيف أن الليل يأتي وكأننا نتغطى الغشاء نتغطى لكي نستريح من تعب النهار وحركية النهار ننتقل إلى ظلمة الليل بلطف رباني والشمس وضحاها والقمر إذا تلاغا والنهار إذا جلاغا والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها ربنا يلفتنا إلى السماء انظروا أيها الخلق إلى عظمة هذا السماء ربنا بناها سقفا محفوظا إنها تحميدا من تسرب الغازات المضرة رفعها بغير قواعد بغير أعمنة ترونها مكين قواعد مكين مدرات مكين أساس على ويا سقف محفوظ بغير عمد ترونها سبحانك يا جليل والسماء وما بناها ضدام محكم خلقه الحق سبحانه وتعالى والسماء مليئة بالأجرام فيها المجرات والسدم والنجوم والكواكب والأترب والغازات كل لغة خلقت من أجل حماية الحياة فوق الكوكب الأرضي إلى أن قال والسماء وما بناها والأرض ومطحها الأرض الأصل أن الأرض تبدو ما ندحها دحية الدحية هي هي بيضة النعم النعم عنده بيضة بمعنى أن الأرض هي بيضوية شكل الأرض لست كراوية الشكل هي في الأصل بيضوية شكل هذا الكلام هذا الكلام دكر منذ زباد دكر في أهد النبوة ولم يتم اكتشاف أن الأرض بيضوية وكراوية إلا في القرن السابع عشر مع الباحثين في مجال الفلك في العلم الإيطالي في كاكو بيرنيك وغاليلي وغيرهم من الفطاحل الذين أتوا بثورة علمية في مجال الفلك القرآن الكريم كان قد سبق الناس قد يعتقدون بأن الأرض ممتدة منبسطة لكنها غير منبسطة لأن في أي نقطة هناك أنبسط معنى أنها كراوية وهكذا الناس أعطاهم الحق عز وجل الأدلة والبراهين على صدق النبوة فلما تحدث الله تعالى أقسم هو يقسم كل هذا قسم الله تعالى لا يحتاج أن يقسم ولكن يريد أن يقيم الأدلة والبراهين على الحلق بماذا أقسم بكل غده المظاهر والشمس وضحاها والقمر إذا تلاغا والنهار إذا جلاغا والليل إذا يغشاغا والسماء وما بناها والأرض ومطحها ماذا يقول ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها هنا ربنا عز وجل ستة مظاهر كوني يقسم بها ورقم سبعة هو النفس البشرية هي الأعظم وكأنه يقول لنا رغم عظمة هذه المخلوقات فإن من أعظم خلقه هي النفس التي بداخلك أيها الإنسان النفس البشرية لغز من الألغاز الخفية فيها أسرار غريبة الإنسان ما بلغ من التطور العلمي ما بلغ من الاختراعات التكنولوجية تبقى دائما نفسه بداخله غريبة إنها في غاية اللطف هذه النفس سريعة التغير والتأثر فيها إنفعالات غريبة حب كره خوف رجاء أمل يأس تفاؤل تشاؤم إنفعالات مختلفة سبحان الذي خلق فسوى هناك الهم هناك الإرادة هناك العزيمة هناك القلق هناك الاكتئاب هناك الفرح هناك السرور هناك الامتهاج سبحانك يا خالق مجموعة كبيرة من المؤترات النفسية فربنا هنا في الآية كلها يقسم أقسم بكل هذه المظاهر ثم يأتي جواب القسم هناك قسم وجواب القسم لهو الأساس لهو الهدف لهو الجوهر ماذا يريد ربنا عز وجل أن يقول لنا جواب القسم يقول قد أفلح من زكغ وقد خاب من دسها كل هذا الكلام وكل هذا العرض الكوني وكل هذه الإشارات الربانية في الفضاء وفي مظاهر الوجود لكي يصل ربنا إلى نقطة أساسية تهم البشر وهي مركز النجاح ومربط الفلاح وهي ونفس وما سواها قد أفلح من زكاغ وقد خاب من دسها ربنا عز وجل يعطينا المياد للمصير مصير فريقين الناس كلهم في هذا الوجود بالملايير ومفارقين كيف تعاملت أيها الإنسان مع نفسك التي بداخلك وتتملكها هل ربيتها تربية حسنة هل عهدتها بالخير أم أهملتها إن كنت من الذين زكاغ فأنت من الفالحين وإن كنت من الذين قام من السها واحتقارها فأنت من الخاسرين قد أفلح من زكاغ وقد خام من دسها لأن في الختاب القضية كلها نفس هذا الحياة كلها بما فيها من أعجبات وتعدد في المصارات في الختاب هي نفس بشارية من داخلنا كيف تعاملت أيها الإنسان مع هذه النفس التي أعطاها الله لك هل دربتها على العبادة دربتها على الطاعة هل حملتها على أن تستقيم هل حرمتها من المحرمات والشهوات والملدات الأثمة أم أنك تركت لها العلان وجعلتها تمشي بك في كل اتجاه حتى ولو وقعت في الحرام والمكروه هنا ربنا عز وجل يعطينا النتيجة قد أفلح الفلاح النجاح قد أفلح من زكاها الذي يزكي نفسه يطهرها يعاتمها تخطئ لكن يلومها يا نفس تقي ربك يا نفس ارجعي إلى مولاك يا نفس كفاكي من الضمار والخرام والدنوب ويرجع إلى خالقه وقد خام من نساها يتركها يقولك حرية فرضية نحن الآن في عالم الديمقراطيات والتعدديات نفعل ما نشاء نقضي الليل في الليل الحمراء ونشرب من شاء ونتغزل بمن شاء ونفعل من شاء كما يحل لك هذا خراب والعياد بالله أنت مسؤول عن نفسك وأنت خلقت أصلا لأنك في اختبار في هذا الوجود لكي تربي نفسك قد أفلح من زكاها وقد خام من نساها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما قرأ شورة الشمس ووصل إلى هذه الآيات ونفس وما سواغا فألهمها فجورها وتقواغا قد أفلح من زكاغا وقد خام من ساها بدأ يقول يقول اللهم ايتي نفسي تقواها زكها أنت خير من زكها أنت وليها ومولاها هكذا كان يقول النبي الكريم كلما مر على هذه الآيات يرفع يديه إلى السماء ويقول اللهم ايتي نفسي تقواغا زكيها أنت خير من زكاغا أنت وليها ومولاها وبعد ذلك ربنا عز وجل ينتقل من النفس المشرية ويعطينا نموذج لقوم لم ينجحوا ولم يفلحوا في تربية هذه النفس من هم القوم هم قوم صالح عليه السلام لما قال الحق عز وجل في كتابه العزيزة كدمت تمود بتغواها تمودهم قوم صالح كدمت تمود بتغواها إذن معت أشقوها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم مدنبهم فسوها فلا يخاف عقباها هذا أسلوفه تحذير وتخويف ربنا عز وجل يعطينا دمودج لقوم مروا بهذا الامتحاد مروا بهذا الاختبار فلم ينجحوا قوم تمود كانوا فيهم الطغيان معجبين بالكبرياء عندهم المال والجاخ والسلطة والتراء وعندهم الطغيان كذبت تمود بتغواها مدنبا عندهم كل خير فعندهم بين التكذيب والرفض والتمرد ربنا عز وجل أعطاهم ابتلاء لما جاء سيدنا تمود سيدنا صالح إلى قومه تمود يأمرهم ويدهاهم قالوا له لن نؤمن لك حتى تعطينا معجزة قالوا بإذن الله فرأوا صخرة ضخمة وقالوا هذه الصخرة هل يمكن أن تصير ناقة وبدأوا يصهرون قال لهم إن أردتم أن تؤمنوا أدعو ربي يجعل هذه الصخرة ناقة فأخذوا يصهرون وقالوا أدعو ربك فجت على ركبته وأخذ يدعو المولى عز وجل وقال يا ربي أن يبني بمعجزاتك فأعطاه الله تعالى هذه الضاقة هذه الضاقة ربنا عز وجل جعل لها ابتلاء جعل ابتلاء لقومه فقال لهم لكم شرب يوم معلوم ولها شرب يوم معلوم كان عندهم وحد البئر يشربوا من نوك يسقوا من العين عين كبيرة في البلدة فقال يا الله تعالى ما دمت قد أعطيتكم الدليل والمرهان طلبتم فسوف أبتليكم هذه الضاقة لها شرب يوم معلوم ظهار خاص بها هاتشرب والظهار التاني انتم سقيوا كلكم فما الذي وقع اليوم التي فيه الضاقة تكون ماء جميل وعدم فتشرب وتشرب بغزارة حتى يكاد الماء يجف واليوم الذي هو من نصيبهم الماء قليل وتقريبا غير نافع فبدأوا يتشككون اليوم وغدوا بعد غدين ربنا عز وجل أراد أن يبتليهم فاتفقوا وبرغاد على صدق كلامه لكن فكذبوه فعقروها قالوا هذا كل كلام أساطير وخرافات فعقروها فوعدهم بأن الله سوف يغضب عليهم إن لم يتوبوا قريبا قالوا لكم ثلاث أيام تبكتون في دياركم ثلاث أيام إن لم تتوبوا وتستغفروا سيأتيكم العذاب ربنا دائما يفتح لهم أمام الرحمة فلم يتوبوا ولم يستغفروا بل عتوا وتكبروا وطغوا وتجبروا في اليوم الأول بدأت العلامات اليوم التالي لعلهم يتوبوا علامات في السماء الكود الشمس القمر الليل غير الليل والنهار غير النهار والشمس غير الشمس اليوم التالي اليوم التالت أيضا ينتظرون لعلهم يتوبوا والشمس تتحرك والقمر يبزه ومع ذلك لم يتوبوا فلما جاء مطلع اليوم الرابع قال ربنا عز وجل فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها جعل عاليها سافلها وأمطر عليهم مطرا فساء مطر المديرين نسأل الله السلام والعافية فربنا عز وجل أراد من شورة الشمس ليأشراقات أن تشرق أرواحنا وتشرق أفكارنا وتشرق قلوبنا نتأمل في مظاهر الكون ونتيقن بأن كل ما في الكون هو من خلق الله تعالى وننتبه إلى أن أعظم ما خلق الله تعالى هو النفس البشرية التي بداخلنا نتعاخدها ونأخذ العبرة من هؤلاء الأقوام الذين لم يجحوا في هذا الاختبار أسأل الله الواحد الأحد الفرد الصمد أن يرزقنا وإياكم الإيمان والتقوى والبرد المطلوب أيها الأحب الكرام كل واحد مننا حينما يقرأ هذه الصورة يتأملها بيقين ويتفكر على قدر ما قرأتها بتأمل وقرأتها بتدبر وقرأتها بيقين يكون الأجر والتواب مضاعفا وبالتالي تستفيد من كلام الله يسمح طاقة نورانية طاقة كلام الله أعظم بكثير من طاقة الشمس وضحاها أعظم بكثير من طاقة القمر إذا جلاها أعظم بكثير من طاقة النهار وطاقة كل مظاهر الكون التي من حولنا نسأل الله تعالى أن يدفعنا وإياكم بالقرآن الكريم نسأل الله تعالى أن يمتعنا وإياكم بفهمه وتدبره والعمل بأحكامه اللهم اجعل القرآن الكريم لدى شاهدا في الدنيا وفي الآخرة اجعله لدى شفيعا وفي الجنة اجعله لدى مؤنسا وفي الفردوس الأعلى اجعله لدى دورا وضياء آمين آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين